وهنا أعتقد منصة وطشت ده نجاحها برضو لأن مش كل الناس شافيته على القناة اللي تم إزعيتها ولكن برضو وجوده على وطشت لحد اللحظة دي الناس تقدر تتابعها بصي أنا بحي جدا القائمين على الشركة المتحدة والأستاذ يسر الفخراني وكل من قام بفكرة الأعمال الحواديث القصيرة اللي بتقدم يعني الخمسات والستات والسبعات من الحلقات اللي بتتقدم هي حواديث قصيرة اجتماعية ولكنها تمس الناس وقريبة من الناس وفكرة أنها تتعرض على أكتر من مكان حيث تدي الناس المساحة للفرجة كل واحد يشوفها في المكان بتاعه يشوفها في وقته اللي هو عايزه في الوقت اللي ينسبه وأعتقد أن ده شيء يحترم جدا وفكرة حلوة في صناعة الدراما وهي مش جديدة كمان علينا يعني دي إعادة إحياء لحاجة كانت عملت في مصر بشيء عظيم احنا كان أول لبيض والسود والحاجات دي اللي حسب ما كنت أسمع من أسد زيت الكبار يعني كان يقولوا أنه كان عندنا حاجة اسمها السبعية وعندنا حاجة اسمها الخماسية والصهرة والصهرة التليفزيونية كان عندنا حاجات كتير فده إعادة إحياء لشيء مصري خالص ده شيء عبر جدا جهي